ترأست ظهر أمس رئيسة جمعية النساء العاملات في شركة إيسو عزيزة قجة حفل تقديم جوائز لبعض من الطالبات طالبات المدارس العربية والفرنسية وذلك بهدف تجهيهن على الدراسة بحر الدين عبدالشافي وتفاصيل في إطار التعاون المتحدث ضمن نشاطات الأسبوع الوطني للمرأة قدمت جمعية النساء العاملات في شركة إيسو البترولية معدات مدرسية لخمسة وثلاثين طالبة يمثلون سبع مدارس عربية وفرنسية وهي عبارة عن أدوات مدرسية كالكتب والحقائب ومساطر وأدوات أخرى هذا وقد تحدث عدد من المختصين في التربية والتعليم وخاصة الاهتمام بصيانة المرأة وتوجيهها ومشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية كما أكدت رئيسة جمعية النساء العاملات في شركة إيسو البترولية حزيز قجة بأن الجمعية تقدم خدمات إنسانية واجتماعية في العديد من المجالات وخاصة تشجيع الطالبات في المدارس والقيام بتوجيههن ومشاركتهن في اتخاذ القرار الذي يخص المرأة